في ذروة التصعيد والحرب الكلامية المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران وفي أول رد إيراني على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد التي تضم جنوداً أمريكيين في محافظة الأنبار بصواريخ أرض أرض إضافة إلى القاعدة الأمريكية في مدينة أربيل في إصرار واضح على جهد العراق ساحة حرب بين الطرفين لم يتحدث أي مصدر رسمي عن سقوط إصابات في هذا الهجوم لكن التلفزيون الإيراني أعلن عن معلومات أولية تفيد بمقتل ثمانين عسكرياً أمريكياً وهو ما نفاه مسؤول أمريكي كما أكد مصدر أمني في العراق أن الهجمات لم تسفر عن سقوط قتلى وهما أكدته أيضاً وزارة الداخلية في كردستان العراق وفي حين هدد الحرس الثوري الإيراني بتوسيع نطاق ضرباته لتشمل الإمارات والقواعد الأمريكية بالمنطقة في حال ردت واشنطن عسكرياً قال وزير الخارجية الإيراني محمد جوال ظريف إن بلاده لا تسعى للتصعيد وأن الرد على مقتل سليماني قد انتهى على الجانب الآخر أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن إيران أطلقت 12 صاروخاً باليستياً مشيرة إلى أنها بصدد تقييم الأضرار ودراسة سبل الرد ولفتت إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وحلفاء واشنطن في المنطقة من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأمير ستيفاني غريشام إن الرئيس دونالد ترامب اطلع على تقارير عن الهجوم وتابع الوضع عن كثب مع فريقه للأمن القومي قبل أن يؤكد ترامب في تغريدة على تويتر إن تقييم الأضرار إيجابي وإن كل شيء على ما يرام شبكة سي أن أن أكدت أن القوات الأمريكية كانت على علم بالضربات الإيرانية وهما يضع تساؤلات حول مغزى الهجوم الإيراني الذي يبدو أنه لم يكن سوى رسالة للداخل الإيراني بأن الرد على مقتى سليماني قد تحقق وربما يشير إلى وجود تنسيق يقضي بأن تنتهي الأمور عند هذا الحد وتجنب أي تصعيد يفوق قدرة طهران ويدخل المنطقة كلها في حرب مدمرة ترجمة نانسي قنقر